يَا رَبُّ لَكَ النَّعَمَى ذَلْمَنِّ وَذَشَّانِي إِهْدِي النَّاسَ جَمِيعًا لِلنُّورِ الرَّبَّانِي أهلاً وسهلاً بكم أعزائي المشاهدين ومع هذا الحوار الشائق مع الأخت كيرن من الولايات المتحدة الأمريكية وقبولها للإسلام بعدما وجدته من مبادئ الطهارة التي رباها والدها الطبيب البشري عليها إذن كيرن نتيجة لهذا الاهتمام في عائلة الأطباء والاهتمام بالنظافة والصحة وهذه المفاهيم وجدت علاقة بين طريقة نشأتك على هذه المفاهيم وبين الرابط الذي وجدتينه في الإسلام كم تعتقدين أن هذا الرابط كان مؤثراً باتخاذك لقرارك بأن تدخل الإسلام؟ بالتأكيد مؤثر جداً لأنه وكما قلت سابقاً يُعرف الأنبياء من خلال الأثر الذي يتركونا وبالطبع مظاهر العناية والصحة مهمة جداً للمجتمع وللبشرية بشكل عام وهي شيء أساسي دعينا نعود إلى نقطة دعوتك إلى الإسلام من قبل صديقتك وقبلك له كم تطلب منك أن تعلن الشهادة بعد هذا؟ نطقتها مباشرةً على الفور على الفور حسناً كيف شعرت حينها؟ شعرت بقمة السعادة ثم بدأت أرتدي الحجاب وبدأت أداء الصلاة ما شاء الله وكم تطلب منك أن تعلم عائلتك بدخول الإسلام؟ لم أخبرهم بذلك أطلعتهم على إسلامي عندما زرتهم فقط ولم يكن هناك حاجة لذلك حيث أن ارتدائي للحجاب يكشف عن هويتي وفي الواقع ارتدائي للحجاب في بادي الأمر جعلني أرى الكوابيس في منامي فقد حلمت ذات يوم أن أخي لم يتعرف علي بالحجاب لكن كان هذا مجرد وسواس داخلي أما بالنسبة لردة فعل والدي والدتي قلقت بشأن مظهر الخارجي وقالت لي أنت جميلة لما ترتدين هذا؟ أما أبي فلم يتفوه بكلمة ولم يعلق على ارتداء الحجاب إذا هناك اختلاف بين وجهة نظر المرأة من جانب وبين وجهة نظر الرجل من جانب آخر فإذا عدت لأسباب دخول الإسلام أود ذكر أسباب أخرى أنا طالبة علوم درست العلوم في البرنامج التحضيري للطب وفي علم وظائف الحيوان وفي المدرسة الثانوية أيضا لذا كنت مهتمة بقراءة القرآن وإيجاد الأشياء المكتوبة والمتعلقة بالطبيعة ودورة حياة الماء والجبال أيضا كيف أرساها الله وثبتها في الأرض يقول القرآن إنها ثبتت كأوتاد الخيام فمن يستطيع ملاحظة هذا أنا متأكدة أن نبي محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن يدرك أن هذه الجيولوجيا هي التي تحدث الآن وما زال البحث قائما حتى هذه اللحظة هذا جزء من العلم ومختلف العلوم الأخرى كدورة حياة الماء في الطبيعة كما يوجد عدة علوم أخرى كالفصل بين الماء المالح والماء النقي وغيرها العديد التي وجدتها في القرآن من خلال قراءتي لها تمكنت من ذلك نعم هذا مجال دراستك صحيح وأيضا وعلى سبيل المثال الصخور الرسوبية وطريقة تشكلها على مر الزمن لذا فالقرآن كتاب شامل ولا شك فيه لا أحد يستطيع إنكار حقائقه وما قاله الله تعالى فيه عن الصحب وأصل الكون وكوكب الأرض إنه مدهش حقا لذا سبحان الله هذا فعلا دين عظيم ومثير للاهتمام إذن يرجع سر جذابك إلى الإسلام على الأغلب إلى الجانب العلمي كان لهذا أثر كبير عليك نعم في معظم الوقت ماذا عن مجموعة القيم والسلوك التي قدرتها في حياة المسلمين كطريقة حياة كيف وجدتها؟ نعم كطريقة حياة إنه رائع حقا في المسيحية ممارسة الدين روحانية بالإجمال ولا يوجد دمج بين الجانب الجسدي والجانب الروحي من الدين لذا فممارسة هذا الدين صعبة لأننا لا نستطيع التخلي عن أي من الجانبين أما في الإسلام فالأمر مختلف فهو يجمع بينهما مثلا لدينا خمس صلوات في اليوم ولدينا الصوم وبالنظر إلى الحياة التي نعيشها نرى تلك العبادات تغير روتين حياتنا لذا تجعلنا هذه العبادات أكثر ديناميكية أي مفعامين بالنشاط ويجب أن نتذكر دائما أننا لا نعيش من أجل هذه الحياة فقط إنما توجد أيضا الحياة الآخرة أعتقد أن استخدامك لهذا المصطلح ديناميكي رائع طبعا عند التحدث عن الجانب الجسدي والروحي من الإسلام وكيف نجمع بينهما بطريقة ديناميكية أنت الأولى في هذا البرنامج التي تستخدم هذه العبارة نعم مثلا الصيام يغير عاداتنا اليومية عادة نأكل ثلاثة أو أربعة مرات يوميا ثم يأتي الصيام مع الامتناع عن الطعام والشراب حتى وقت الغروب لذا فهو يغير من نمط حياتنا كما نستطيع من خلال الصيام أن نتذكر إخواننا الفقراء فنقدر نعمة الطعام والشراب ونشكر الله على ما أنعم علينا من نعم كثيرة نعم حكمة كبيرة للصيام كيف تقارنين بين ربح والخسار عندما دخلت الإسلام الأرباح والخسائر لا أستطيع القول إنني خسرت شيئا الحمد لله لا أرى أي خسائر وفي الواقع لقد ربحت الكثير قبل دخول الإسلام كنت من المطالبين بحقوق المرأة لم أكن من المجحفين بذلك لكنني كنت فقط أطالب بالمساواة بين الرجل والمرأة أن تجزى كالرجل في مجال العمل وأن تنال احترامها ووجدت أن الإسلام يحقق هذا من خلال الحديث النبوي وخطاب الرسول محمد صلى الله عليه وسلم الأخير للناس ويمكننا ملاحظة ذلك من خلال النظر إلى معاملة الرسول صلى الله عليه وسلم مع زوجاته بالتحدث عن حقوق المرأة أنت من الولايات المتحدة التي تتحدث بشكل مستمر عن المسلمين وعن المرأة المسلمة وعن كيفية ارتدائها للحجاب هل يعتبر هذا مناهض لحقوقها؟ هكذا يرون؟ في الحقيقة في الدول الغربية من الصعب المشي في الشارع وأنت محتشم فالرجل في مكان العمل يرتدي ما يفوق ما ترتديه المرأة العادية وهذا لا يجعلها في الواقع في منزلة جديدة بالاحترام أمي مثلاً كانت امرأة عاملة وكانت تعمل مع أبي في نفس عمله ربما هذا أسهل لكن انظر هنا إنها تعمل خارج البيت ثم عليها العودة إلى المنزل لتعتني بشؤون منزلها وهذا يسبب التوتر لها بينما في الإسلام لا ضير في بقاء المرأة في منزلها بل والأفضلية لذلك حتى تتمكن المرأة من متابعة عائلتها وبيتها وهذا يدل على احترام المرأة بينما في المجتمع الغربي لا يتبعون هذا أبداً باستثناء بعض مقاطعات شمال أوروبا كالنرويج وهي الدول الأكثر حظاً كيف تقارنين بين الإسلام والديانات الأخرى؟ كيف أقارن بين الإسلام والديانات الأخرى؟ حسناً في البداية يوجد منهاج ودليل موثوق لتعتمد عليه ولا شك فيه وهو منهاج بيّن وهذا سبب آخر جذبني إلى الإسلام لأن المسيحيين يقولون إن الإنجيل كلام الله لكن المشكلة هي أنه لا يوجد إنجيل حقيقي فقد حرف وغير عن نصه الأصلي لذا دائماً أقول القرآن كتاب واضح ويحوي حقائق علمية لم يكن الناس في عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم يدركونه وهذا من أسرار إعجازه والله لا يترك عبده دون هداية وإرشاد وهذا ما تضمنه وشمله القرآن ووجدناه فيه القرآن من أحد الأسباب التي جذبتني إلى الإسلام لكل العبر التي يحويها ولشموليته بماذا توصي من يريد دعوة غير المسلم إلى الإسلام للدعوة في البداية يجب أن تسأل وتتأكد من موطنه الأصلي أي من أين هو وما اسمه حتى لا أسئلهم لأنه لسوء الحظ هناك عدد كبير من المسلمين يحاولون رمي وزر أخطائهم على الآخرين فهم بذلك يلقون مهامهم على الآخرين يلقون مهامهم على الآخرين في الواقع هذا يذكرني بما قاله والدي عندما تشير بإصبعك نحو أخطاء الآخرين فأنت تتكلم عن أخائك هل هناك رسالة تودين نقلها إلى عائلتك؟ رسالة أود نقلها إلى عائلتي؟ نعم هنا أو في الولايات المتحدة من خلال الشاشة حسنا إلى عائلتي؟ أعرف أنكم سفراء الإسلام بطريقة تعاملكم وبأخلاقكم يصعب على يتذكر ذلك نعم لكن كنوا كرما وآطوا الناس سبعين عذرا هذا ما أخبر نبيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم نحن نشكر لك انضمامك معنا هذه الليلة شكرا لوقتك نتمنى لك الأفضل طبعا بمهنتك كمعلمة وفي حياتك في الكويت شكرا جزيلا عزاء المشاهدين بهذا نصل إلى ختام هذا اللقاء مع الأخت كيرن من الولايات المتحدة الأمريكية دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القلبي أشتركوا في القناة لدروب الإيمان لقلب جناحان جناحان للنور يطيران والله هذا قلبي لدروب الإيمان يا رب لك النعمة ذا المن وذشاني اهدي الناس جميعا للنور الرباني